السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معانا من جديد في قناة ICT ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد النهاردة ان شاء الله هنتعلم لسن 7 لgrade for students واللسن ده هيكون بعنوان planning digital searches يعني ايه؟ يعني التخطيط للبحث الرقمي تعالوا نشوف اللسن ده بيتكلم عن ايه conducting a digital search for reliable content يعني ايه؟ يعني اجراء بحث رقمي للحصول على محتوى موثوق يعني ايه بحث رقمي؟ يعني انا ده ما بكون بعمل search على اي معلومات online سي مثلا انا عندي project في اي subject ومطلوب مني ان انا اجمع information فببتدي ان انا اعمل بحث رقمي على الانترنت علشان ابتدي ان انا اجمع ايه معلومات كتيرة لازم المهمة جدا اول خطوة ان انت تحدد انت هتعمل ايه قبل ما تجري اي بحث على الانترنت planning will help you focus on the information you are trying to gather ان انت تعمل planning وانت تعمل تخطيط لحاجة اللي انت عايز تعملها ده هيساعدك ان انت تركز جدا على المعلومات اللي انت بتجمعها طب ايه الخطوات علشان ابتدي ان انا اعمل conducting the digital search اول حاجة choose your topic اول حاجة اختار الموضوع اللي انت عايز تعمل عليه بحث عايز تعمل search عن math عن الاي سي تي عن السوشل عن الساينس بواليفور انت عايز تعمل search على ايه what do you already know about the topic انت ايه المعلومات اللي انت قريدي عارفها عن التوبيك اللي انت بتعمل عليه search online what else do you want to learn about it وايه كمان المعلومات اللي انت عايز لسه تعرفها عن التوبيك اللي انت اخترته think and write notes فكر واكتب ايه notes choose the types of online source you will use اختار انواع ال online source اللي انت هتستخدمها يعني مسلا انت بتدور على معلومات في articles انت بتدور على معلومات في website انت بتدور مسلا على معلومات مثلا في بلوكز مثلا اراء ناس فانت لازم تتحدد الاول ايه نوع المصادر اللي انت عايز تعمل عليها search remember that a digital search can include البحث الرقمي ده ممكن ان هو يحتوي على audio مثلا انت عايز تعمل مثلا insert ليه ملفات audio عندك في ال project اللي مطلوب منك او مثلا عايز تعمل مثلا search على videos او عايز مثلا تعمل search على مصادر فيها صور يبقى ال digital search ده في audio وفيديو وimage مش بس ان انا بعمل search على text كلام consider asking your teacher parent or school librarian for advice about which sources to use for your search من الممكن برضو ان انت تسأل your teacher او your parent او school librarian اللي هو مسؤول المكتبة عن نصائح عن المصادر اللي تستخدمها وانت بتعمل search. اوكي. prepare to evaluate the type of source you have chosen. are they reliable or unreliable? لازم تحاول تقيم المعلومات والمصادر اللي انت لقيتها online وانت بتعمل search. هل هي مصادر موثوكة ولا غير موثوكة? why conducting your digital content search? وانت بتجري بحس رقمي online be sure to stay focused on the topic you are searching. لازم تكون متأكد جدا على الموضوع اللي انت اخترته. انت مسلا هتعمل سرش على حاجة خاصة بالساينز حاجة خاصة بالاستي ما فهش ان انت تختار موضوع واحد وتبتدي ان انت ايه تلقبط نفسك وتقط ايه تحاول تختار موضوع تانية. لأ. stay focused on the topic اللي انت بتعمل سرش عليه. once you find information that seems to answer your question. once ان انت خلاص بتديت ان ان انت لقيت المعلومات اللي انت بتعمل سرش عليها ولاقيت اجابات للاسئلة اللي انت بتعمل سرش عليها evaluate it. بتدي ان ان انت بقى ايه قيمها. is it reliable? هل هي موضوكة? once you have determined the information is reliable take through notes. خلاص انت دلوقتي حددت خلاص ان المعلومات دي فعلا موضوكة take through notes. ابتدي بقى ايه? كن بتدوين ايه? ملاحظات. مفصلة وضقيقة. be sure to write down what you are going to use from the source material. اكتب كده في notes. انت حتستخدم ايه من المعلومات اللي انت لقيتها في الايه? وانت بتعمل سرش online. يعني مسلا انت مسلا لقيت معلومات كتير قوي. فخلاص اتكيت ان هي reliable. بتدي بقى احدد ايه المعلومات اللي انت هتختارها من ايه? من source material. من مصدر المعلومات. don't forget to cite the source information in your notes. ما تنساش ان انت اه اه تسجل انت جبت المعلومات دي منين او تحدد مصدر المعلومات دي وتكتبها في النوت. ان احنا قبل قولنا قبل كده. ان احنا لازم لو لقينا اي معلومات معلومات online وحابين ان احنا ناخدها مسلا نعملها insert في البروشيكت الخاص بنا لازم نقول مصدر المعلومات دي منين? you will need to credit the source in your report. في الريبورت او في البروشيكت ان انت بتكتبه لازم هتعمل credit للسورس. يعني مسلا انت لقيت مسلا معلومات من الاي كي بي هتقول مسلا المعلومات دي اجابها من الاي كي بي. حد مسلا اكسبرت معين كاتب ايه المعلومات دي هتقوله ان انا المعلومات دي مسلا انا واخدها مسلا من الكاتب كذا او من مسلا العالم كذا فلازم تحدد مصدر لايه المعلومات. طب حد يقول لي اعرف ازاي افرق بين المصادر الموصوقة والغير موصوقة. المصادر غير موصوقة. من الممكن لكن طبعا مش اكيد انك تلاقي معلومات صحيحة على مواقع سوشان متى زي مثلا الفيسبوك. في اه صفحات دي برضو بيبقى لها برضو معلومات. والبلوكز برضو بيبقى لها معلومات. بس مش اكيد ان انت هتلاقي معلومات صحيحة. ممكن تلاقي معلومات باقي زي ما قلنا قبل كده. ممكن تلاقي معلومات بس المعلومات دي تبقى full of opinions. مبنية على اراء ناس. اخطاء. وممكن برضو حد يكون بيجذب وينزل معلومات. فطبعا ما اقدرش ان انا اخد المعلومات دي كمصادر موصوقة ما ينفعش. لازم تكون حاضر جدا. لازم تكون حاضر جدا من المعلومات اللي بتلاقيها على المصادر دي وانت بتاهم نرسلش اونلاين. ده اللي هو البروج هوا وده اللي هو الويكي بيج وده اللي ايه الفيسبوك. فعلا. لازم تاخد بالك كويس جدا ان المعلومات بتبقى مبنية على اراء ناس. مش مبنية على 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 حقائق. طب المصادر الموصوقة بقى. بتبقى مقالات ومعلومات مكتوبة على ايدي خبراء. طبعا المعلومات بتقدمها بطريقة احترافية. ومصدر المعلومات مكتوبة تلاقي كميسة جدا. بيبقى طريقة المعلومات مكتوبة في المواقع اللي زي دي من غير اي اخطاء فيه او الايه او الجرامر. انا مسلا جبتلكم معاندي يا مسلا ايه? الايكي بي. انت لو ادخلتم الايكي بي تبعا ده يعني مصدر موصوط جدا. ويعني مكتوب على ايدي خبراء متخصين في المواقعات كثيرة جدا. كلها ايه? كلها مصادر طيب انت خلاص ابتدأت ان انت تعرف الخطوات ان انت زي تعمل وتحدد الخطوة بقى التالتة حتبتدي بقى ان انت ايه تنظم وتكتب ايه التقرير الخاص بك. ابتدي بقى ايه? جمع النوت اللي انت كتبتها ومعلومات اللي موجودة في المصادر الموصوقة اللي انت جمعتها. استخدم بقى النوت علشان تفيد تكتب اوتلاين ده يعني مخطط تفصيل. يعني ايه مخطط تفصيل يعني ايه فهم دلوقتي. ده هيساعدك ان انت تقدم المعلومات في التقرير الخاص بك بطريقة ايه? بطريقة منطقية. طب ازاي ان احنا نكتب اوتلاين? اول حاجة هتعمل انتردكشن مقدمة ان هي تقدم لك الموضوع ايه التقرير. وهتعمل فقرات بتدعم المعلومات. يبقى اول حاجة هنعمل انتردكشن في الاول خالص. وبعدها ابتدي اعمل بقى فقرات يعني كتير بقى ابتدي ان انا اعرض فيها لايه? المعلومات. اكونكتب خاتمة او افكار نهائية حول المعلومات اللي انت قدمتها. يبقى طبعا اول حاجة انا ابتدي احدد لايه? الخطوات ان انا ازاي اعمل تاني حاجة احدد تاني حاجة احدد تاني حاجة بقى ابتدي بقى خلاص اعرض لايه? المعلومات. فطبعا يعني listen very 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 easy هو بس just يعني information سهلة جدا انت ازاي بتكتب الريبورد. اه but the difference between reliable and unreliable. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة